لكن نعول على قدرة حكومة السوداني في تخطية جزء من العجز من خلال ارتفاع الإرادات غير النفطية هناك مشاريع تدخل إلى الخدمة خاصة على المستشفيات يمكن أن تكون مصدر لتخطية جزء من هذه التكاليف لا نرغب بزيادة الأنفاق التشغيلي من أجل تشغيل هذه المشاريع الاستثمارية ارتفاع إسعار النفط خلال هذه الفترة يعني هذه الخمسة أشهر العراق يبيع بمعدل 83 دولار فكل دولار يرتفع عن الـ 70 دولار يغطي ترليون و300 مليار فتمويل العجز بتقديري يعني ضمن الرؤية لـ 2024 لن تذهب الحكومة باتجاه الاقتراض الداخلي بل بالعكس هناك رغبة لدى وزارة المالية في تصفير الديون الداخلية إذا ما تم طباعة أسهم عقارية لممتلكات وزارة المالية وخصمة هذه الأسهم لصالح مصف الرافدين البنك المركزي مصف الرشيد المدينين لصالح وزارة المالية بإمكاننا أن نصفر الديون الداخلية والديون الخارجية السوداني الحقيقة نجحه في موضوع تخفيض الديون الخارجية إلى 9 مليار يعني وضع المالي الآن في أفضل حالاته نحتاج فقط إلى أن لا نفكر فقط في الموازنة نفكر في تمويل العجز من خارج الموازنة مثلا مترو بغداد مدرج في الموازنات المتعاقبة منذ 2008 حاليا هو فرصة استثمارية مليارين دولار خرجت من جداول الموازنة الاستثمارية وتطرح كفرصة استثمارية لو استطعنا حتى منهج التنمية هو عبارة عن إشراك لمصادر تمويل مصرفية تمويل أقليمي تمويل دولي سوق العراق الأوراق المالية عبارة عن المشاريع المنتجة أحد الأساتذة أشار علينا أن لا نفكر في المشاريع الخدمية وننتقل إلى المشاريع الإنتاجية يعني رصف الطرق أو الشوارع هي عبارة عن تخفيض في تكاليف الإنتاج بمعنى أن الاستثمار يتم تحفيزه من خلال إكمال البنية التحتية أشقد ممكن أن نعول على الاستثمار بظل أن هناك حديث أن بيئة العراق هي طاردة للاستثمار وجود السلاح المنفلت وجود الرشاوة وجود الابتزاز يعني أنا بتقديري الآن العالم بحاجة إلى العراق حاليا الشركات العالمية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية أو حتى الصينية يعني جولات التراخص الخامسة والسادسة واضح أن هناك رغبة لدى الصين في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز وتمويل الكهرباء العراقي من هذا الغاز المحترق شركة جنرال الكترك تعمل شركة سيمز تعمل شركة توتال فرنسية فهناك استثمارات لكن منهج التنمية سيتجه بالتجاه التنمية على المستوى الزراعي طبعا إدارة المياه وكذلك على مستوى الصناعات الغذائية بيئة الاستثمار بالتأكيد العراقيين عندما يكونون شركاء في العمل لدى المستثمرين سيحافظون على هذه البيئة